فقال لها أخرجي أنت وأبنائك فقد بعت هذا البستان بنخلة في الجنة فكان في يد أحد أبنائها بضع تمرات فأخذتهم ورمتهم إلى الأرض بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوما جالسا وعنده أصحابه فدخل عليه شابا يتيما فقال أرفع إليك شكوى يا رسول الله فقد كنت أقوم ببنائي صورا حول بستاني فقطع طريق البناء نخلة انهية لجاري فطلبت منه أن يتركها لي حتى يستقيم الصور فرفض فطلبت منه أن يبيعني إياها فرفض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوني بالرجل فأتى الرجل وسأله رسول الله عن صدق مقاله الشاب فقال نعم فقال له رسول الله اترك له النخلة أو بيعها له فرفض فقال له رسول الله بيع له النخلة ولكن نخلة في الجنة يصير الراكب في ظلها مئة عام ولكن الرجل رفض فكان أحد الحضور الصحابي أبي الدحداح رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن اشتريتها وتركتها للشاب ألي نخلة في الجنة؟ قال رسول الله نعم فقال أبي الدحداح للرجل أتعرف بستاني هذا؟ فقال الرجل نعم فمن في المدينة لا يعرف بستان أبي الدحداح والستيمئة نخلة والقصر المنيف والبئر العذب والصور الشهقة حوله فقال أبي الدحداح بيعلي نخلة كمقابل بستاني وغصري وبئري ففرحوا الرجل بذلك وعقدوا البيع بينهم فقال أبي الدحداح ألي بذلك كان خلطا في الجنة يا رسول الله فقال رسول الله كم من مداح لأبي الدحداح والمداح هي النخلة المثقلة منكثرة الثمار عليها فظل الرسول اكرر جملته تلك حتى تمنى كل الصحابة أن يكونوا أبي الدحداح وعندما عاد أبي الدحداح إلى بيته وجد زوجته وأطفاله في البستان فقال لها أخرجي أنت وأبنائك فقد بعت هذا البستان بنخلة في الجنة فكان في يد أحد أبنائها بضع تمرات فأخذتهم ورمتهم إلى الأرض وهي تردد ربح البيع أبي الدحداح ربح البيع أبي الدحداح وفي غزوة أحد عندما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل فروا كثيرا من المسلمين وثبت أبي الدحداح وهو يقول إن مات محمدا فإن الله حي لا يموت حتى لغي ربه شهيدا وغال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق الرداح لأبي الدحداح في الجنة ترجمة نانسي قنقر